بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 106 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وباركة فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في آخر باب الإجارة قال في آخره وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين لما كانت الأجرة هي أحد المقصودين في الإيجارة الذين هم استفاء المنفعة وتحصيل الأجرة قال تجب الأجرة يعني تلزم تلزم الأجرة المستأجر بالعقد فإذا أبرم العقد صحيحاً بين الطرفين إنها حينئذ تلزم الأجرة وتثبت في ذمة المستأجر تجب للمؤجر في ذمة المستأجر بموجب العقد الذي تم مستوفياً لشروطه فتدخل في ملكه تدخل في ملك المستأجر من هذا الوقت نعم قال وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل إن لم تؤجل إن كانت الأجرة حالة فإنها تجب بالعقد وإن كانت الأجرة مؤجلة إلى أجل معلوم فإنها لا تجب في ذمة المستأجر إلا إذا حل الأجل نعم قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة نعم يستحق المؤجر الأجرة إذا سلم العمل لأن الأجرة بديل عن العمل فإذا سلم العمل فإنه سيستحق الأجرة أما قبل أن يسلم العمل للمستأجر فإنه لا يستحق الأجرة لأنها بديل عن العمل ولم يحصل نعم فإذا اشترض شيئاً مقدماً أحياناً صاحب العامل المستأجر قد يشترط لنفسه تقديم بعض الأجرة على ما شرطوا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لكن إذا تسلم شيئاً قبل أن يسلم العمل فإنه لا يستحقه فللطرف الثاني الرجوع عليه بما تسلمه قبل تسليم العمل نعم قال ومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل من تسلم عيناً بإجارة يعني موجب عقد الإجارة ولكن هذه العين فاسدة لا تصلح للاستعمال فإن الواجب على المستاجر أن يبادر بردها فإن تركها عنده حتى فرغت المدة ولم يردها فإنه يلزمه أجرة المثل بقدرها لأنه حبسها عنده وفوت نفعها على صاحبها نعم يعني قوله أجرة المثل أنه لا يعتبر ما تسلم عليه لا يلزمه تسليم الأجرة المتفق عليها لأن العين فاسدة ولكن يقال كم تساوي أجرة مثل هذه العين فإذا قدرت إجرة المثل فإن صاحبها يستحقها لأن المستاجر حبسها عليه هذه المدة وفوت منافعها عليه هذا هو المقصود أحسن الله ونختم هذا الباب بمسألة مهمة وهي أنه إذا سلم المستاجر إذا سلم المؤجر إذا سلم المستاجر إذا سلم المستاجر المنفعة التي استوجر من أجلها وقام بالعمل الذي استوجر من أجله أو المستاجر استوفى المنفعة التي استاجر العين من أجلها يعني سلم العمل الذي استؤجر من أجله إذا كانت الإجارة على عمل أو استوفى المنفعة التي استأجر الشيء من أجله من أجلها استوفاها إذا كانت الإجارة على عين فإنه يجب على المستأجر في الحالتين دفع الأجرة في الحال ولا يماطل لقوله صلى الله عليه وسلم أعط الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر يريد بذلك العهد الذي يبرمه الإنسان مع غيره ثم ينقض العهد ويخون العهد فهذا يكون الله خصمه يوم القيامة والثاني من باع حراً وأكل ثمنه لأنه لا يجوز بيع الحر إنما الذي يجوز بيعه هو المملوك والرقيق أما الحر فإنه لا يجوز استعباده ولا يجوز بيعه وأكل ثمنه فالذين يغتصبون الصغار وهم أحرار ثم يربونهم ويبيعونهم على أنهم أرق هؤلاء يكون الله خصمهم يوم القيامة والثالث وهو محل الشاهد رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجره فإن الله يكون خصمه يوم القيامة وينصف المظلوم من الظالم ومن هنا يجب على المستأجرين والمستقدمين للعمال الذين استقدموهم للعمل واستوفى منهم الأعمال التي جاءوا بهم من أجلها يجب عليهم أن يبادروا بإعطائهم أجرتهم ولا يماطلوا بها فإنهم إن ماطلوا بها أو جحدوها ولم يستطع العمال إنقاذ حقهم منهم فإن الله جل وعلا يكون خصمهم يوم القيامة وما أقرب الحساب وفي الحديث واتق دعوة المظلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومن أعظم الظلم أن يظلم المستاجر الأجير الضعيف ويجحد حقه بعدما استوفى منه العمل فالواجب على المسلمين أن يبادروا بأداء الأجرة لعمالهم ولمن استاجروا منهم الأشياء واستوفوا منافعها أن يبادروا بأداء الحق الذي عليهم ولا تخفاكم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ودخلوا فيه فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج ثم قالوا إنكم لن تخرجوا إلا إذا دعوتم الله بصالح أعمالكم توسلتم إلى الله بصالح أعمالكم التي عملتمها فأحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعدما تمكن منه أنه ترك الزنا بعدما تمكن منه وقد دفع المال من أجله وترك المال توبة لله عز وجل والثالث توسل إلى الله لأنه استأجر أجيرا ثم إنه لما أراد أن يدفع الأجرة للأجير الأجير صار بينه وبين المؤجر سوء تفاهم ثم ذهب وترك الأجرة ولم يأخذها فقام المؤجر ونماها حتى صارت ملأ الوادي من المواشي فلما جاء في آخر الوقت يطلبها قال له خذ كل ما في هذا الوادي فإنه حقك قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال لا أسخر بك إن هذا حقك لأنه نمى هذه الأجرة ورعاها حتى صارت ملأ الوادي من المواشي كل ذلك حفاظا على حقوق الناس وأداء حقوق الناس فلما توسلوا إلى الله بهذه الأعمال فارج الله عنهم وخرجوا من الغار والشاهد منه قصة الأجير أو قصة المستاجر الذي نمى الأجرة في غياب صاحبها حتى بلغت هذا المبلغ الكثير الذي لم يتوقعه المستاجر فهذا فيه أن أن أداء الأجرة إلى المستاجر أنه أمر مطلوب وواجب وأن أداءه إليه فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو طال الوقت فإنه لا يستحلها المستاجر ويقول إن صاحبها قد غاب وترك نعم إذن ربما يكون فضل الشيخ كساد أعمال من يستاجرون الأجراء ثم لا يفون حقوقهم من محق البركة وتعرضهم للذنوب بسبب هؤلاء المستضعفين نعم يكون من أسباب الكوارث التي تحصل في الأموال والحريق وكساد التجارة سببه ظلم العمال هذا من الأسباب بلا شك قد تعجل العقوبة لصاحبها وقد تؤجل إلى يوم القيامة وهذا أشد فالحاصل إن حق المخلوق لا يسقط إلا بسماحه وعفوه لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وأما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة فحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بعفوهم عنها أو أدائهم إليها فإن لم تؤدى لهم في الدنيا فإنها تؤدى لهم يوم القيامة من حسنات الظالمين كما جاء في الحديث أن قوما يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال فيأتي أحدهم وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا فيوخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه فإنه يوخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه فيطرح في النار معهم وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة بل يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الحديث وربما تكون حوادث القتل التي نسمع عنها بين حين وآخر أن العمال يعتدون ويقتلون كافليهم وقد كثر هذا ربما يكون بل أن المترجح أن سببه هذا العمل وهو أن الكفل والمستقدمين يظلمون العمال ولا يعطونهم حقوقهم فيقهرونهم ثم أن العامل يأخذ به الغضب والانتقام من الظالم حتى يقتله فهذا يسبب الفوضى أيضا ويسبب سفك الدماء فيجب على المستقدمين والكفل أن يتقوا الله سبحانه ولا يستضعف هؤلاء المساكين الذين يستقدمونهم عن أهلهم وعن بلادهم إلى بلاد الغربة ويتسلطون عليهم ثم لا يعطونهم حقوقهم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب السبق السبق بالفتح هو العوض الذي يأخذ على المسابقة وأما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا وهو عمل المسابقة هذا الباب باب عظيم لأن المسابقات اليوم والمغالبات قد كثرت منها ما هو مباح يجوز أخذ العوض عليه أو هو مستحب ويجوز أخذ العوض عليه ومنها ما هو مباح لا يجوز أخذ العوض عليه ومنها ما هو محر لا يجوز أخذ العوض عليه فالذي يستحب المباح الذي يستحب فعله من المسابقات هو ما كان فيه منفعة للجهاد في سبيل الله وهو التدرب على أدوات الجهاد كركوب الخيل وتعلم الرمي المسابقة بالرمي والمسابقة بالرماح والسيوف وعلى الإبل قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أي لا يجوز أخذ العوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة النصل ويراد به الرماية الرماية بآلات الرمي في كل زمان بحسبه ومعداته والثاني الخف وهو ركوب الإبل لأن الإبل أيضا من دواب الجهاد التي يحمل عليها الأسلحة ويسافر عليها للجهاد فهي من أدوات الجهاد لأنها وسائل نقل والثالث الحافر وهو الخيل لأن الخيل أيضا من دواب الجهاد التي تركب للقتال في سبيل الله عز وجل فالمسابقة على أحد هذه الأنواع الثلاثة الرماية أو ركوب الإبل أو ركوب الخيل يجوز أخذ العوض عليها لما في ذلك من التدرب على الجهاد في سبيل الله وإرهاب العدو قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والمسابقة التي من هذا النوع دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ففي مثل ما ذكر الله عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أدل على أن المسابقة عمل معروف وكان عند من قبلنا وأنه عمل معروف وأما السنة فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم وصارع صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام وصارع ركانه فصرعه وسابق عنده سلمة بن الأكوع رجلاً آخر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على مشروعية المسابقة وجواز أخذ السبق عليها في هذه الأمور الثلاثة التي هي الرماية أو ركوب الخيل أو ركوب الإبل ويأتي بدلاً عنها الآن ركوب الدبابات وركوب أدوات الجهاد المعروفة الآن والتدرب على استعمالها هذا يدخل في ركوب الخيل وركوب الإبل ويدخل في أيضاً النصل كل أدوات الجهاد من إلقاء القنابل والصواريخ وركوب الطائرات الحربية وغير ذلك كله يدخل في هذا المعنى لأنه لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخيل والقوة تختلف اختلاف الأزمان كل زمان بحسبه فالمسابقة في ما يهيئ للجهاد في سبيل الله أمر المشروع ويجوز أخذ العوض عليه لأنها لوسيلة إلى إحياء هذه السنة وتدريب المسلمين على الجهاد في سبيل الله وتذكيرهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل وهناك من المسابقات ما هو مباح لكن لا يجوز أخذ العوض عليه وهو ما كان فيه مصلحة بلا مضرة وذلك كالمسابقة على الأقدام لأجل تقوية الجسم وأنواع الرياضة البدنية لأجل تقوية الجسم فهذه أمور وكذلك السباحة السباحة في الماء وغير ذلك من أنواع الرياضات التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة فهذه أمور مباحة لكن لا يجوز أخذ العوض عليها لأنها لا تعد للجهاد في سبيل الله وإنما تعد لتقوية الأجسام وتنشيط الصحة وهذه مباحة إذا لم تشغل عن ذكر الله عز وجل بهذا الشرط ألا تشغل عن ذكر الله وألا تشغل عن الصلاة في وقتها ومع الجماعة فإذا شغلت عن الصلاة في الوقت أو شغلت عن حضور الجماعة فإنها تحرم أصلها مباح لكن إذا شغلت عن الواجب فإنها تكون محرمة فالذين يجلسون عند المباريات أو عند غيرها من أنواع المسابقات أو يشتغلون بالسباحة أو العدو أو غير ذلك ويواخرون الصلاة عن وقتها أو يتركون الصلاة مع الجماعة هؤلاء قد عملوا محرما وهذه مسابقة محرمة لأنها تشغل عن ذكر الله وكذلك إذا كان إذا كان في العمل الرياضي أو المباريات أمر محرم كأن يكون فيه كشف عورات أن يكون الذين يعملون المبارات قد كشفوا عن شيء من عوراتهم فإن هذا عمل لا يجوز ولا يجوز للإنسان أن ينظر إليهم وعورة الرجل كما هو معروف ما بين السرة إلى الركبة فالذين يكشفون أفخاذهم في هذه المباريات قد عملوا محرما ولا يجوز النظر إليهم ومتابعة هذه المباريات لما فيها من النظر المحرم والإثم وإقرارهم على هذا على هذا الإثم وهذا المنكر والنوع الثالث ما يدخل في القمار وهو المغالبات التي تبذل فيها الأموال وفيها مخاطرات وليس فيها مقصود شرعي وإنما المقصود بها أخذ الأموال بغير حق فالميسر هو قرين الرباء في كتاب الله فكل المغالبات كل المغالبات التي يأخذ عليها أموال وهي لا تعود بمصلحة على الدين ولا على الجهاد فهذه من القمار ومن الميسر المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم حصر أخذ العوض على ما فيه مصلحة للدين ومصلحة للجهاد فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لأن هذه من أدوات الجهاد وهي فيها نفع للإسلام والمسلمين وألحق بها العلماء ألحق بما ورد في هذا الحديث جماعة من العلماء ومن المحققين كل ما فيه منفعة للدين مثل المسابقات على مسائل العلم مسائل الفقه وحفظ القرآن لأن هذه من مصالح الدين فيجوز أخذ العوض عليها قياسا على ما ورد في الحديث نعم أحسن الله إليكم بالنسبة للسبق في المباهي شيخ يأتي عليه هل تبقى يبقى جواز أخذ السبق في الخيل والإبل الآن وإن لم تعد من آلة الحرب الأصل فيها أنها من آلة الحرب وستعود الخيل إلى الجهاد في آخر الزمان كما دلت على ذلك الأدلة فهي من أدوات الحرب وهي من الركوب الركوب سواء على الخيل أو على الدبابات أو على كل الركوب الذي من أجل الحرب فإنه يدخل في هذا نعم والسيارات التي يعمل عليها السباق الآن وهي ليست من آلة الحرب ولا قريبا منها ما تدخل فيها هذا في المباح فقط ولا يجوز أخذ العوض يجوز المسابقة على السيارات لكن لا يجوز أخذ العوض على ذلك يكون هذا من القمار المسابقة على السيارات جائز لكن بدون عوض فينخذ عوض عليه فإنه يكون من القمار لأنه لا مصلحة فيه ترجع للدين وإنما هي مصلحة ترجع للمهارة فقط إظهار المهارة وإظهار القوة البدنية فهذا من الأمور المباحة لكن لا يأخذ عليه عوض لأنه ليس من ما يعين على الدين وعلى الجهاد نعم إذن هل لنا أن نقول أنه نظر في الإسلام إلى هذا الباب من خلال أنه باب من أكل أموال الناس فجعل ما فيه منفع للأمة والجهاد مباحا وما دون ذلك أبيحت فيه المنفع وتفعت المفسدة فأبيح أن يستبق فيه الناس وحرم عليهم العباظ فيه وحرم عليهم المنكرات التي تصاحبه من كشف العورات أو ضياع الوقت ضياع الوقت وتضيع وقت الصلاة أو تضيع صلاة الجماعة فإذا لزم على هذا المباح حصول شيء محرم فإنه يحرم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ندع الحديث إن شاء الله عما كتبه المؤلف في باب السبق الحلقة القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بفوزان الفوزان ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية من زميل في أنزة الصوت مش على الدهيش حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته